مرد الرياض الدولي للكتاب ينطلق بمشاركة أكثر من تسعمائة دار نشر ومقاص في المدارس وراء ستين بالمئة من سمنة الطلاب وأيضا في أهلة هذا المساء تعاون نووي سعودي كوري لبناء شراكة ذكية وتعزيز القدرات البشرية بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة كما تعودتم في أهلة اشتركوا في القناة يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برامجكم يا هلا نبدأ حلقتنا أكيد بمعرض الكتاب هذه التظاهرة الثقافية لكل سنة تقام في الرياض وتشهد اقبال كبير ومشاركة كبيرة من دور النشر أو كذلك اقبال الشباب والشبات كذلك والمثقفين كذلك على المعرض لشراء وقتنا العديد من الكتب حيث انطلقت يوم الأربيع الماضي فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2015 والتي تنظم وزارة الثقافة والإعلام خلال الفترة من 13 إلى 23 من الشهر الجاري كان عنوان هذه التظاهرة لمعرض الكتاب هذه السنة الكتاب أو تعايش الكتاب وذلك في مركز المعرض الدولي بالرياض دورة هذا العام هي امتداد الدورات السابقة ولكن هذه المرة بشكل أوسع حتى نتكلم عن شيء تشوفونه كاميرا ياهلا زارت المعرض وعادت لنا بهذا التقرير خلونا نتابعنا وياكم في البداية هذا التقرير وبعدها نبدأ بالنقاش افتتح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي يوم الأربعاء الماضي معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام السعودية وعلى مدى عشرة أيام تحت عنوان الكتاب تعايش معرض الرياض الدولي للكتاب والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يتربع على مساحة 23 ألف متر مربع ويستمر حتى الرابع عشر من مارس ويزور المعرض سنويا حسب الإحصاءات أكثر من مليون شخص المعرض لهذا العام يفتح أبوابه بمشاركة 915 دار نشر من 29 دولة عربية وأجنبية كما تنظم وزارة الثقافة والإعلام لقاءات وأمسيات ثقافية على هامش المعرض وتحل جمهورية جنوب أفريقيا ضيف شرف على المعرض في هذه الدورة وتعريض عبر جناحها كتبا ومنشورات تتناول تاريخها وآدابها وإصداراتها أهلا فيكم تابعنا هذا التقرير وللحديث عن معرض الكتاب ينضم معنا في الستوديو الكاتب الصحفي محمد العصيمي وإن شاء الله ينضم معنا لاحقا مدير معرض الكتاب الدكتور صالح الغم يحكي الله صادم محمد يا نفسي جاي من الشرقية ظاهر المعرض الكتاب أكيد وخصوص لمعرض الكتاب الله حقيق دعونا نبدأ في البداية قبل ما نتكلم عن معرض الكتاب وندخل في عمق معرض الكتاب كيف تشوف معرض الكتاب كل سنة؟ هالتظاهرة ثقافية الحضور والإقبال على المعرض من الشباب والشابات كيف تشوفه؟ أولا بعد تحيتك وتحية السيدات المشاهدات والساد المشاهدين الحقيقة أن معرض الكتاب أعتقد الآن هي دورته التاسعة يعني تسع سنوات تقريبا دائما أفكر في معرض الكتاب وفي غيره من الفعاليات في المملكة أنها تبدأ بحماس كبير وبرؤية متقدمة جدا ثم تبدأ تأخذ شكل تقليدي إلى أن يقل وهجها ويقل تأثيرها وبالتالي يقل إقبال الناس عليها معرض الكتاب من بدء إلى الآن في تصوري وفي زياراتي المتكررة له بقي في إطار هذه التقليدية طبعا مع التقدير الكامل ولكونه فعالية ثقافية سعودية كبرى أصبحت سمع البصر العالم العربي ولكن تظل هذه التقليدية محل تحفظ عندي الآن التقليدية يعني أنه ما فيه ابتكار في المعرض دور نشر تتسابق للمجيل المعرض نظرا للقوة الشرائية لدى السعوديين في المعرض أرفف كتب ليس لها حصر عدد من العناوين المكررة في كثير من الأحيان ثم ينتهي المعرض على ذلك بمعنى يعني يكون هناك ندوة هنا وركن هنا في فعاليات مصاحبة يعني فيه فعاليات مصاحبة ولكن ليست الفعاليات المطلوبة أنا في رأيي وفي تقديري أن المعرض لكي ينتقل إلى مرحلة جديدة مرحلة تحافظ على وهج القديم حين أسسوا أو نقلوا إلى الوزارة الدكتور عبدالعيز سبيل وكان بالمناسبة المفروض أنه من وجهة نظري يكرم في هذا المعرض يستحق الدكتور نعم كما تم تكريم الدكتور عبدالعيز خوجة وكانت لفتة رائعة وجميلة جدا من الدكتور عادر التريفي ولكن كنت أتمنى يكرم الدكتور عبدالعيز سبيل الآن المعرض أنا في وجهة نظري يجب أن ينتقل من كونه معرض كتب سوق كتب إلى كرنفال ثقافي سعودي شامل يتم من خلاله ممارسة فعاليات متعددة أين مثلا السينما في المعرض؟ أين الموسيقى؟ السينما مهم موجودة بره المعرض نجيبها بعد في المعرض لنبدأ على الأقل من المعرض على أي حال لماذا أنا أقول أنا حضرت معرض الكتاب في الشارقة معرض الكتاب الدولي في الشارقة وهو معرض عريق وكبير أعتقد أنه تجاوز الثلاثين سنة الآن يعني لا يمكن أن تكون لديك فرصة لزيارة هذا المعرض وتضيعها لماذا؟ ليس لوجود الكتب فقط للفعاليات المصاحبة على هامش المعرض يعني حين تجد كثير يعني مثلا في معرض الرياض للكتاب أين مثلا استضافة كبار الكتاب والمفكرين العرب أو العالميين نحن استضافنا بعضهم في الجنادرية في مناسبات مختلفة لماذا نستضيفهم في معرض الكتاب؟ هل هناك ما يمنع؟ هل هناك تحفظات على بعض الأفكار؟ هل هناك توتر يصاحب إقامة معرض الكتاب؟ كما قال بعض الناس والمغردين يعني أنه المعرض وزارة الثقافة والإعلام حين تقيم لا تصدق أن ينتهي لأن لا يكون هناك مشكلة طيب جابك تجاوب على السؤال هل هناك توتر؟ طبعا فيه توتر طبعا واضح أنه فيه توتر لأن الناس المقبلين على شراء الكتب أولا لا يعرفون إذا كانوا فعلا سيجدون الكتب التي يريدونها أولا الآن شعار المعرض هذه السنة الكتاب تعايش والتعايش الذي أفهمه أن تقبل الآخر ورأي الآخر المختلف أي أن كان هل وجد في المعرض هذه السنة كتب تدل على هذا التعايش أم منعت؟ كم نسبتها ما منعت؟ نعرف أن هناك عناوين دخلت ولم يكن ممكن أن تدخل من قبل في معارض في المملكة ولكن أيضا فيها عناوين وذلك الكتب التي يبيعونها من وراء؟ طب الكتب التي يبيعونها من وراء لا ننشغل فيها لأنها من وراء لا ندري فيها بس نحن نقصد المجاز من وزارة الإعلام للعرض في المعرض فالتوتر حاصل أيضا من وجود هذا الإحراج للمعرض وللمملكة وللوزارة وللناس من دخول المحتسبين إلى المعرض أتكلم عن العناوين من يجيز العناوين؟ تتوقع أنهم وزارة الثقافة والإعلام؟ أم لا يمكن أن أحد يشاركهم إجازة العناوين؟ أنا حسب علمي أن من يجيز العناوين هم وزارة الثقافة والإعلام لا أدري أنت ذكرت أنه مدير المعرض سيكون فيه مداخلة معنا وربما نسمع منه من يجيز ولكن أنا حسب علمي أنه وزارة الثقافة والإعلام أو أفترض أنه لا أحد يتدخل في إجازة العناوين غير وزارة الثقافة والإعلام وإذا كان هناك أحد آخر يتدخل فهذه أيضا أعتقد أنه ستكون مشكلة أخرى تستحق النقاش أنا لا أريد أن أحد هذه النقطة لا أحد محمد إجازة العناوين والسماح بالعناوين السؤال هو ما يضايق لبعض أنه تمنى بعض الكتب؟ نحن نعرف أن بعض العناوين قد يكون فيها مساس بالثوابة الدينية أو قد يكون مساس فيما يتعلق فينا في السعودية وجوالبنا بيئتنا الخاصة السعودية الحقيقة أو حتى السعودية ككيان نحن لا نسمح لي أحد أنه يسيء لو بذرة بس لبلدنا أنا حين أقول أنه في كتب تمنى لا أقصد أنه لا يمنع أي كتاب إنما في كتب تمنى على أساس فكر أو طيف واحد هو الذي يمنع هذه الكتب مش على أساس أنها تسيء للمملكة أو تسيء لثوابة العقيدة أو شيء من هذا القبيل هناك مزاج خاص في جزء من معرض الكتاب وليس كل معرض الكتاب في مزاج خاص يتحكم بنوعية الكتب التي ستأتي لذلك من المفترض أن من يجيز العناوين الكتب هو مجموعة من المفكرين والمثقفين والمتنورين لتدخل المملكة يعني الآن نحن تابعنا من يومين أو ثلاثة الكتاب هيئة الأمر المعروف أنه المنكر الذي يوزع في المعرض ويدعو النساء أن يأخذنا نسخة من الكتاب والكتاب يعني كل ما فيه أن أقل ساكن الجنة أنه النساء هل هذا معقول؟ هل كتاب من هذا النوع أصلا يفترض أن يسمح به في دخول المعرض أو يوزع في المعرض؟ هذا يسبب إحراج للمعرض أنت تقول أنت معرض دولي ونحن نطمع أن يكون كرنفال دولي على مستوى المملكة ولذلك المعرض زبدة القولة المعرض يجب أن ينتقل من تقليديته ومن مزاجيات خاصة أو أفكار خاصة تتدخل فيه إلى أفق آخر أرحب ويتحول إلى كرنفال كما ذكرنا ويكون على مستوى المملكة لماذا لا يكون هناك؟ يكون المعرض جزء من شيء اسمه مهرجان القراءة السعودي على مستوى المملكة تشارك فيه المدارس تشارك فيه الأندية الأدبية تشارك فيه جمعيات الثقافة والفنون من 4 أو من 3 مارس إلى 14 مارس يكون عرص قراءة سعودي شامل يشعر فيه الجميع الصغير والكبير في كل مدن وقرى وأطراف المملكة لماذا فقط يقتصر على معرض الكتاب الذي أؤكد أنه وقع في التقليدية وأنه يجب أن يخرج من هذه التقليدية إلى أفاق طبعا أنك تقول تقليدية لأننا نشوف حدنا بأم عيوننا نشوف إقبال كبير جدا من الشباب والشبابات على المعرض بها أرقام كبيرة قاعدة تزور هذا المعرض معناته أنه فيه إقبال فيه فيه هذا الإقبال تفسروا أنه معدل القراءة عنده فعلا فيه شباب مهتمين فيها الجانب موضوع القراءة ولا أمور أخرى فلا تدعوهم لذاتهم أنا أعرف يمكن هذا على سبيل الطرفة أحد الأخوان اشترى كتب من معرض 2012 وحضرهم في شنطة سيارته وما افتكرهم إلا في المعرض 2013 فعمليات الإقبال عليها كم سواء ما هي معيار؟ ما نجد خليه معيار أنه إقبال الشباب عن القراءة؟ ربما يكون مبشر ولكن أنك تعتبره معيار صعب جدا تعتبره معيار صعب جدا لأنه أنت تعرف أن مدينة الرياض أو كل مدن المملكة الفعاليات التي فيها لخروج الناس والتفسح والتبضع وإلى آخره قليلا جدا والكتاب معرض الكتاب يعد موئل أو محضن لكثير من العوائل التي تزوره وربما تشتري كتب وربما تتمشى قليلا وتخرج وإلى آخره لكنني أنا شخصيا لا أعتقد أنه هذا الإقبال يعد معيار على القراءة يعني إذا أردنا أن نعتبره معيار لابد من وجود مقيس علمية في المعرض نفسه على أساس نقول والله فعلا أنه في قراءة أو في قبال على القراءة في المملكة العربية السعودية من الشباب والبنات طبعا أنا أعرف أنه البنات مهتمات أكثر في موضوع القراءة وفي الكتب وإلى آخره وهذا يعود إلى أسباب أخرى أيضا أسباب اجتماعية أخرى ولكن المعرض كما قلنا في البداية المعرض كان أبادر لا تعدى وش إلى أسباب الأخرى يعساس أنه عندما تكلم عن النقطة نكون استوفيناها يعني أسباب أخرى مثلا أن المرأة محجوب عنها كثير من النقاشات والمداولات على المستوى العام الكتب تمثل لها ملجأ متنفس متنفس وملجأ لكي تعرف أكثر لكي تفكر أفضل لكي تبني شخصيتها بشكل أفضل لكي تتعرف على العالم الآخر بشكل أفضل إلى آخره من الشباب وأيضا وجود أغلب البنات في أوقات طويلة في البيت أو شيء من هذا القبيل يعتبر الكتاب إلى جانب التثقيف يعتبر أيضا جانب تسلية بالنسبة للبنت الآن طبعا سحب منه يعني ليس كما هو في جيلنا يعني الكتاب الآن وسائل التواصل الاجتماعي والإلكترونيات إلى آخر وسحبت وهج الكتاب حتى لدى النساء طيب خليني نوياك ناخذ قراءات في معرض الكتاب بعض الأمور لازم حقيقة نقف عندها نعم خليني أخذك موضوع المراسم التوقيع مراسم توقيع الكتب في معرض الكتاب بشكل عام كيف قاعد تشوفها وبتكلم عن جزئية ثانية المؤلف الشاب كثر عندنا الشباب اللي ما شاء الله تبارك الله يعني قاعدين يألفون كتب أنت تشوفها ظاهرة صحية عندنا شباب قاعدين يألفون ولا يا جماعة يعني يعني من استبق شيئا قبل آوانع وقب بحرمانة يعني نرسة ونتظروا حتى تنضج تجربة أنت وش رايك أنا أولا هذه أيضا من ضمن الملاحظات على معرض الكتاب وربما يتلافاها المنظمون لاحقا أنه معرض الكتاب إلى الآن لم يقلق آلية لصناعة النشر في المملكة وأنا أعتقد هذا من ضمن أدواره بمعنى أنه نريد آلية مثلا على سبيل المثال لاكتشاف المواهب في مجال الكتابة في مجال كتابة الرواية القصة القصيرة العمود الصحفي إلى آخر الكتابة العامة للصحافة فهذا أيضا غير موجود وربما يكون من الإضافات المهمة في مستقبل المعرض بالنسبة للمؤلفين الشباب والتوقيع أنا الحقيقة مع هذا تماما يعني حتى لو كان تؤيد تؤيد هذا تماما لماذا؟ لأنه حتى لو كان الإنتاج ضعيف نوعا ما من هؤلاء الشباب أو بعضهم أو كان يتطلب احترافية أكثر إعطاءهم الفرصة لإخراج الكتب وليجلوسهم على منصات للتوقيع وإلى آخره يشجعهم على مواصلة الكتابة والتأليف والتثقف ليكونوا أفضل في المراحل القادمة فهذا لا يضير المعرض ولا يضير الشباب في شيء بالعكس أنا شخصيا ربما أطالب بأن يكون هناك مجال أكثر للشباب ومجال أرحب للشباب أنا أعرف أنه في صناعة النشر الأبريكية والأوروبية في دور نشر قائمة فقط على النصوص التي تردها بالبريد من مجهولين حتى شباب وبنات يستقبلون منهم إنتاجهم الأدبي والكتابي ويخضعونه لقراءات معينة ودراسات معينة وإذا وجدوا فيه ملمح معين يدل على موهبة نشروه وشجعوا الكاتب أو الكاتبة أو إلى آخره وجاءوا بها في أحد المعارض للتوقيع وإلى آخره فعملية وجود الشباب الآن أنا ألاحظ أنها طاغية في المعرض وأؤيدها تماما كما أؤيد توسيع رقعت عملية التوقيع والنقاش مع هؤلاء الشباب من زوار المعرض وقراءها ليواصلوا هذا المشكل جميل طيب محمد أنت حضرت شيء من الفعاليات المصاحبة في المعرض لا والله لا محمد شيء كان في محاضرة شيخ صاح المغامسي ويمكن حقيقة غطيت علميا بشكل كبير شفت على توقيت غطيت بشكل كبير وتكلموا عنها وحتى تكلم عن نقاط كثيرة ووصف محتوى هذه المحاضرة أنها كانت فعلا تجسد معنى الدينة اللي فيه تسامح وفيه تعايش بشكل كبير من خلال روحات الشيخ صالح طيب فيه فعاليات كويسة يعني موجودة ومصاحبة أكيد أكيد لا أحد ينكر فيه فعاليات أنا فقط كل ما قصدته كل ما قصدته أن لا يغرق المعرض في التقليدية فيفقد وهجو وحضوره وإقبال الناس عليه لكي تستمر في فعالية معينة لا بد أن تضيف لها إضافات وابتكارات معينة ومتعددة وجاذبة للناس بشكل صحيح يعني أنا أريد حين أزور معرض الكتاب في الرياض أن أجد ركن للشعر يلقى فيه الشعر على منبر أجد ركن في ندوة في تنوية في ندوة يحضرها مثلا لن أسمي على شما أقول أني منحاز لهذا أو ذلك بس يحضرها مثلا مفكر وأديب مصري إلى جانب أديب سعودي إلى جانب أديب سوري أو فلسطيني ندوة عامة ندوة أخرى يكون فيها كاتب مرموق دولي على المستوى الدولي رواية أو إلى آخر مسرحية هنا فيلم هناك وليكن فيلم توثيقي إلى آخر يعني أريد أن أزور يعني أنا شفت حتى في معرض الشاركة خارج سوار المعرض في ستيج كان مسرح صغير للأطفال يتجمع فيه الأطفال يشاهدون مسرحية يعني كانت تقولنا بنبغى محتوى ثقافي بقوالب متعددة بقوالب متعددة ومبتكرة هذا هو المطلوب جميل طبعا سيدك سيد محمد نطلع فاصل قصير فاصل قصير المشاهدين الكرام وبعدها نكمل حديثنا عن معرض الكتاب أهلا بكم مشاهدينا من جديد نتابع حديثنا عن معرض الرياض الدولي للكتاب والذي ينطلق مساء الأربعاء الماضي ويستمر لمدة عشر أيام وعنوان الدورة الجديدة حق السنة هذه كما ذكرنا الكتاب تعايش نستمر في الحديث عن هذا المعرض ويستمر معنا ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي محمد العصيمي ومن المفترض حسب تأكيده لنا قبل الحلقة مدير معرض الكتاب الدكتور صاح الغامدي أن يكون معنا يدقون عليه جواله مقفر يمكن بطارية إن شاء الله أنها طافية فيليت أسأل محمد أو الدكتور صالة أنك تشيك على جوالك يعني أود أن نأخذ منك بعض الأستفسارات عن المعرض محمد خلينا نكمل حديثنا في القراءات للمعرض الأسعار الأسعار ما عليك الجزئية أنا أشوف لازم نوقف معها نعم يعني أنا أجزم لك أن بعض دور النشر بالتحديد إذا يأتي من بره السعودية يبيعونه عندهم الظاهر بعشر ريال وإذا جاءوا عندنا يبيعونه بربعين ريال يعني استغلال يعني واضح عيانا بيانا للقوة الشرائية عند السعودية الحقيقة أنا في هذا الموضوع موضوع الأسعار عندي نقطتين النقطة الأولى أنه من خلال زياراتي لمعارض متعددة في منطقة الخليج العربي أرى أنه ليس هناك كبير فرق عنده الخليج بين معرض الغياض ومعرض الشارقة والكويت وقطر ودبي وعمان إلى آخره الأسعار كثير متقاربة إن لم تكن متساوية بشكل أو بآخر الشيء الآخر من متابعتي لهذا الموضوع موضوع الأسعار وجدت أن دور النشر عندها مبررات وعندها أيضا ما يشبه الشكوى في الموضوع الأسعار بأن هي تتحمل نفقات طبعا الآن القارع أيضا متطلب فيما يتعلق بنوع النوع الفني للكتاب الورق والألوان جودة الطباعة إلى آخر وهذا مكلف أنا من خبرتي في مجال الطباعة أقول لك أن هذا مكلف كلما زدت في العناصر الفنية لطباعة الكتاب كلما زاد عليك سعر الكتاب هناك أيضا عملية الشحن والنقل وإلى آخره استيجار الأجنحة والمقرات في المعرض هذا يحمل الناشر تكلفة الإقامة لموظفي والعارضين لديه وإلى آخر فكل هذه يحملها الناشر على القارع حين يأتي لي شراء الكتاب الحل لها من وجهة نظري وطلبت فيه قبل سنتين بأن تعمل وزارة الإعلام على إلغاء أعباء مالية قدر ما تستطيع على الناشرين لكي تيسر لهم بيع الكتب بأسعار منخفضة أكثر من الآن وتججع الناس على اقتناء الكتاب لأنه اللي أعرف أنا من تجربتي أنا جيت أمس ناوي إن شاء الله بكرة أزور المعرض ولكن ما سمعت إلى الآن أن الأسعار تتراوح ما بين الخمسين إلى ستين ريال في المعدل للكتاب وهذا طبعا سعر جدا مرتفع إذا بتشتري أربعة كتب متين ريال تقريبا أو متين وعشرين ريال لكي تلقى بعض الأعباء المالية المادية عن كاهل الناشرين يفترض أنه وزارة الإعلام أو لجانب من يترى تتاب الأسعار طيب هل تشوف أنه يوضع تسعير محددة وتصير واضحة ولا أن الوزارة تدخل حتى في موضوع الأسعار قبل تسعير محددة أو تدخل الوزارة غير وارد أبدا مش وارد أبدا لأنه في كتاب جيد وفي كتاب ردي وفي كتاب عدد صفحات وكذا وكتاب عدد صفحات وكذا والجودة الطباعة والجودة الفدية وبالتالي ما تقدر تتحدد أسعار الكتاب كسلعة وحدة طيب لكن أنا أعتقد أنه بمقدور الوزارة في قراءات ودراسات معينة أن تستغني عن بعض الأعباء التي تلقى علىك أهل الناشرين وبالتالي يقل سعر الكتاب طيب أنا أسألك عن جزئية ثانية فيما تتعلق بالقارئ والإقبال الكبير في المعرض دائما ما تلقاه في بعض دور النشر التي تمتاز أو تعرف بأنها تنشر روايات نعم أبيك تحلل لي سالفة الإقبال المتزايل من قبل الشباب والشابات على الروايات بشكل كبير لدرجة أنه أحياناً يمكن أن تجيك رواية تقرأها وما سنذكر أسماء ولا مسميات لكن في النهاية نتكلم بشكل عام رواية معلش فارغة لا فيها عمق ولا فيها أسلوب وأنا أحس أنه سوريف قاعد وما هذا عليها إقبال فبالتالي أنت نفسر لي هذه الإقبال على الروايات حتى بعض الروايات لا أرى فيها شيء هو أولاً أولاً من حيث المبدأ في كثير من الروايات تسمى روايات اعتباطاً هي ليست روايات يعني إذا تأتيت للبناء الفني للرواية التي نعرفها وكيف تكتب الرواية وعوالم الرواية وإبحار الرواية في الشخص والأحداث وإلى آخره هذه لا تعتبر روايات هناك سير ذاتية حسبت على الروايات بعضها أيضاً من باب السوريف زي ما ذكرت هناك قصص قصيرة مجمعة أيضاً حسبت على الروايات فمن حيث المبدأ البناء الفني لكثير من الروايات الحديثة في عالمنا وفي المملكة ليس متوفر للرواية ولكن طالما سموها رواية فلنسميها لماذا الإقبال على الروايات بهذا الشكل هذه أنا أعتبرها من باب التغير في ذوق القارئ يعني في فترة من الفترات كان الشعر هو المسيطر على السوق وعلى ذوق القارئ وعلى إقباله القصة القصيرة في فترة من الفترات الآن الرواية وهي موجة ستنتهي أيضاً زي كل الموجات اللي مرت في كثير قالوها بتنتهي مثل تذكرهم رواية بنت الرياض رجال صانع طلعت الرواية وما تبعد تلك الرواية من لغات وجدال وأخذ وعطى وتوقعني في فترة أنه يعني لكن ماذا رواية بنت الرياض رواية بنت الرياض أنا أيضاً حتى في رواية بنت الرياض يعني شخصية أعتبر البناء الفني لرواية بنت الرياض بناء ضعيف إذا بسميها رواية بس مكش أنا غردت خارج السرب في فترة محددة وبالتالي صاحبها هذا اللغة الحياناً الإثارات تجاه عنوين معينة أو روايات معينة لها أسباب أخرى اجتماعية أو تتعلق مثلاً بالمرأة ووضعها في المجتمع المرأة وجرؤتها إلى آخره هي التي تعطي هذا العنوان أو هذه الرواية وهج معينة وليس لأن رواية في بناءها الفني وصيغتها الفنية وإبحارها في شخصها وأحداثها تستحق هذا الجدل وهذا الحضور طيب من القراءات بعد موضوع دائماً يثار مع كل معرض الكتاب موضوع الاختلاط يعني هذا الموضوع دائماً يتكرر بشكل كبير لدرجة أن البعض يجمع معظم الكتاب لشراء الكتب للإقبال يعني هذه رسالة المعرض ما في رسالة ثانية غير هالرسالة فأنتو شرأيك فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا المعرض؟ أنا الحقيقة مؤخراً حقاً طبعاً كتبت من قبل ومؤخراً قبل ثلاثة سابيع كتبت مقالة في عكاظ عنوانها عودة غلات معرض الكتاب وأقصد فيها أولئك الذين يصرون دائماً في كل فعالية ومنها معرض الكتاب على أن الاختلاط قضية القضايا بالنسبة لهم وبالنسبة للمملكة مع أن الاختلاط يعني زي ما ذكرت في المقال وزي ما ذكر كثيرين وما هو شي جدين ما اخترعت العجلة موجود في المولات وفي الأسواق وفي الأسواق الشعبية وفي كل مكان يعني معرض الكتاب ما هو إلا سوق للكتب فما الفرق بينه وبين أي مول أو قصرية أو سوق شعبي في أي مكان من المملكة توجد فيها النساء والرجال القضية هي قضية أعتقد مجرد مواقف تدور بين طيف وطيف يريد هذا الطيف المعين أن يهزم فيها الطيف الآخر وإلى آخر ولذلك أنا الحقيقة أستغرب وأعتقد أنه أمس كان فيه بعض إذا جالز التعبير من قوسين كان فيه بعض الأكشن في معرض الكتاب من بعض المحتسبين فيما يتعلق بكتب أو اختراط أو شيء من هذا القبيل والحقيقة أنا أستغرب لأن المفروض أننا تجاوزنا مرحلة اختطاف طيف معين لفعالياتنا ومن يحضرها وكيف يحضرها وإلى آخر الدولة موجودة وهي التي تشرع القانوانين وهي التي تفتح الأبواب وهي التي تجيز وهي التي تمنع وإلى آخر فلماذا يسر هؤلاء أو لماذا لا يقطع دابر هؤلاء عن دخول المعرض والتسبب في إحراجنا داخل المملكة وخارج المملكة في معرض الكتاب طيب وقتنا في المحور انتهي يقولون الشباب بس خلني أقف مع عنوان الدورة لهذا السنة الكتاب تعايش قبل أن نقول الكتاب تعايش نتشوف طيب نحن نحتاج أن نتعايش كفكر كذلك تقبل الرأي والرأي الآخر أننا من يمارس ربما سياسة الإقصاء بعض الأحيان لم تكن معي فأنت ضدي إذا كنت عندك فكر فأنت يجب أنت إنسان خارج السرب وقعد تطلع بك فبالتالي ألا ترى أنه مهم جدا يا جماعة أنه فعلا نرسي ثقافة التعايش بيننا في المجتمع يعني تعبنا والله العظيم يعني شيء يعني ضيق الصادر يمكن تويتر قاعد يعطيك قراءة لهذا الوضع سياسة الإقصاء عندنا تصنيف يعني خلاص أنت لبرالي أنت يعني جامي أنت يعني 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 يكون من هذه الأقصاء ومن هذه التصنيف اللي قاعد يصير فعل ولذلك ولذلك أنا طالبت كثيرا بأن تتوجه الدولة على المستوى الرسمي والمؤسسات الثقافية والمدنية إذا تسميتها بذلك أن تتوجه إلى بناء الدولة الوطنية في ذهن المواطن الدولة الوطنية بمعنى الحدود والأمن والاسترزاق والتعايش وإلى آخره إذا بقينا ننفي بعضنا بهذه الصورة وبهذه المسميات المهددات التي تهدد وجودنا وعملنا ورخاءنا كثيرة جدا وسنعطيها فرصة لتنمو وتصيبنا في مقتن في موضوع معرض الكتاب والتعايش زي ما ذكرتنا في بداية الحديث أنه نريد أن نراجع ما يسمح به وما يمنع من الكتب في ظل هذا الشعار أن الكتاب تعايش هل سمحنا فعلا بكتب على أساس فكري وعقائدي بدروس بشكل صحيح أم سمحنا ومنعنا حسب مزاجات ورؤى فردية لطيف معين نريد أن نراجع ذلك نحن لا نتهم أحد وإنما المراجعة مطلوبة حين تقول الكتاب تعايش يجب أن تطبق ذلك على الوجه الأمثل الشيء الأخير ربما مناسب أذكره أنه أيضا هذه الفعاليات تمثل توعية للناس أنا لا أرى في معرض الكتاب مثلا هذه السنة توعية في مرض مثل مرض كورونا يعني المعرض سيأتيه كما تقول الوزارة مليون زائر وليس هناك فعالية وحدة صغيرة أو كبيرة في المعرض يعني للتثقيف في هذا الموضوع والتوعية في هذا الموضوع أو وجود معاقمات أو إلى آخره فيعني ربما يكون مهم استقلال مثل هذه المناسبة شكرا لك شكرا لك سيد محمد العصيم الكاتب الصحفياتي كلافية وحنا طبعا نتمنى أن يكون معنا موديا مع هذا الكتاب الذي توصح عن الغامدي يعني للتعليق وكانت لكم استفسار عن المعرض لكن لعله إن شاء الله يكون معنا في وقت لا أقول عليكم إن شاء الله هناك عذر منعه من ذلك مازلنا معكم مشاهدين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود اشتركوا في القناة